زرع النخاء هو جوجة للانواع كين لوتوغراف ولالوغراف دباليوم غنتكلمو عن اللالوغراف اللي هي تكون متبرع يعني هادك نخاء ماشي هو المريض تنعطيوه نخاء ديالو هو تيجي من واحد المتبرع هاد تقنية هاد تقنية هاد تقنية حادثة عندنا في المغرب يالله يالله بينا تنديفلوبيوها لحقاش كانت من قبل دي ما تتصايب في الخارج دبال الحمد لله عنا الطيبة تكونوا في هاد التقنية وعندنا واحد الطاقم طيبي ديال مستشفى في اليوم بفرنسا ليهو أخدام عنا هنا في المستشفى الشيخ خليفة عند هاد الوليدات ليخصوهم ديالالوغراف شنو هي كيفاش هاد العملية تتكون هي تكون فيها جوج ديال المراحل فاش تلقاو مثلا هاد المريض تنقولو هاد المريض نوصل في واحد الاستاد ديال المرض ديالو يخصو لالوغراف يعني ما شي هي واحد التقنية يتجي بلاسة الشيميو ترابي ولا بلاسة الرادو ترابي ولا بلاسة الفتح لا هي تهيى انه تنقولو هاد المريض خصو لالوغراف لحقاش ميمكلوش يتشافه بشنو تنقولو حنايا ان تتشافه بحال غير ديال الشيميو ترابي ولا رادو ترابي تنقلبولو المتبرع ديالو المتبرع يخصو يكون ان كومباتيباليتي اشيلا بينو وبين لدونغ والوغسوفغ المتبرع والمريض تنبداو بالخوز خصو ميكونو شقة عارو في الخوز عندنا واحد النسبة احنا عارفين بين كان واحد النسبة بين خمسة وعشرين وثلاثين في المياه بين لآخو للأخت شقة يكونو متابقين من تكون هاد المتابقة ديال الاشيلا تنقولو المريض دابا مكنا نديرو العملية ديال الالوغراف العملية فيها جوش ديال الزيتاب كما قلنا الزيتاب اللولانية المريض تيجي ويكون اسبتاليزي في واحد المركز اللي هو تيكون معقم 24 ساعة ل24 ساعة بواحد لسيستم ديال فلولامينار المريض تيكون تيكل واحد الاليمانتاسون اللي هي غيستيريل تيكون تحت واحد الادوية ديال الانتيبيوتيك الانتيفونجيك الانتيفيرو باش ميكونش عندو مشكل ديال يتلقى بميكروب لحقاش المناعة ديالو تتكون قليلا وتنديرو لو البروتوكول ديال الكنديسونما يعني تنوجدو المريض للعمالية شنو هي تنعطيوه ان تريتما ليهو تيخلي هادك مختل عدم ديالو اللي هو ما تيبقاش تيدير الخدمة ديالو مزيان تنقيوه كمبلاتمون تنديرو البلاسة تنجيبو المتبرى تنديرو لو بخلاف من ديال الخلايا وتنعطيوهم هادك الخلايا هادك ولا قغاف تنعطيوها للمريض ومن بيتتي بقى تحت المراقبة وديما اسبيتاليزي في هادك المركز اللي قولنا اليه هديال زرع ديال النوخيه وتنقوهم تتابعين معاه وعطينو أدوية بش متنخليوش هادك الرافض لحقاش وخا تيكون منطابق في الاشيلا منين هادوك اللي سيلول جايين موحد الإنسان وحد أخر دات ديال المريض تعرفون بين جايين عند إنسان وحد أخر وتيكون هادك الرافض دونك حنا تنعطيو واحد الأدوية بش ما تنقليوش هادك الرافض وتنبقاو متابعين معاه بلوز يخفوا في النهار تنشوفوا ذاك المريض وتنتبعوا معاه حتى هادوك الخلايا اللي يعطيناه تيدخلو في مختل عدم وتيعاودي ينتجو من جديد هادوك الكوريات الحمر والكوريات البويد وليبلاكات بش يمكن المريض يتشافى ويبرى من المرض يتزعلو هاد العملية هادي تنديروها غي في بعض الأحيان يعني ماشي قاع الأمراض ديل السراطان ولا تنديرو فيهم هاد العملية لا هاد العملية عندها وحد الحالة الطبية اللي فاش تنوصلو لهديك الحالة تنقولو هاد المريض قصو يدير هاد العملية ديل لالوغغاف ولا مدار هاش تيضيع يعني آخر ما تبقى عند المريض بش يتعالج هاد العملية هادي تتكون عند بعض الأمراض ديل السراطان دي الدم بعض الأمراض ديل الولسيس يعني علش نقول بعض الأمراض يعني ماشي قاع سارتان كانشي أنوع ديال السارتان ولا ديال أمراض ديال السارتان تلولسيس ليمكلو يتشافة بالشيميو تغابي والغاديو تغابي والمراد تدير لاباس وتكون الأمور ديالو مزيانة ولكن كان بعض الأحيان كان بعض الأمراض اللي تنعرفو بين الشيميو تغابي ما غايكفيوش لحقاشاتك المرض ديال السارتان عندو واحد لزانو معلي في البيولوجي موليكولير ولا عندو واحد الغيسك ديال الغيسيديف والغشوت اللي هو كبير بزاف ودونك سنعرفو بني لما كانش ديك العمليات داك المريض غي يضيع كين دونك كما قولنا بعض الأمراض ديال السرطان ديال الدم و ديال الولسيس كين بعض الأمراض ديال تنقولو ديال ديفيسيتي مونيتاك كومبينيسي فاغ اللي تكون المريض ما عندوش نهائي المناعة هاد الوليدات هادو هادو تتكون العمليات ديالهم وهم صغار لحقش نعرفو بني هاد الوليدات اي ميكروب مكلو يكون خايب عال الحياة ديالو و هاد الوليدات عمر بيدي له لكن غالبان يلا ما دروش هاد العملية ما تيغيشوش كيني غالما بعض الأمراض ديال الكورايات الحمرة اللي تكونو هوا مدلا جينيتيك بحال تلاسيميا بحال دريبانوسيتوس نقولو هوموزيغات وغيسك تهادو كخصهم هاد النوع ديال تقنية باش يتعالجو كيني غالما بعض الأمراض اللي هوا ما تنقولو اللي هوم لزابلازيمي دياله يعني المختلع ديالو سفتي ولي ضعيف بزاف ولا ما تيبقاش يخدم دونك ما تيبقاش ينتج هاد الكورايات الحمر والبويد ولي بلاكات دونك هاداك هاداك المريض ما تيمكلوش يتعايش مع ذاك المرض ديالو فهاد النحي أفاد لكا ديال المالاد اللي هادو تنديرو لهم الالوغراف الالوغراف قد نهدر لكم على الوليدات والبالغين هاد التقنية هاد باعت الامارات اللي دبا شرنا لها قبيلات فاش ما تتكونش هاد الالاج المريض تيضيع عارفين بنا ذاك الانسان ما يمكن لهش يتعايش مع ذاك المرض ديالو دوك إلا ما تداواش راح نتنعرفو 100% لأمار بيدي له ولكن راح نتنعرفو بين غالبا هدك المريض غا يضيع لا لو غرف ماشي شي حاجة لي هي سهلة ما هنقولكم ش راح ننجح فيها 100% لحقاش كما فسرت لكم المناعة تتكون طايحة يعني تتكون شي به من عادمة يعني أي ميكروب مكلو يكون خاطر على الدات الشيميو تغابي ديال كونديسون مرة تتكون لدوز طالعة يعني الأعضاء ديال هدك المريض مكلو ما يتقبلش هدك لدوز ديال الشيميو تغابي يعني كاين الأعراض ما نقولكم ش ما كين تيش حاجة ولكن هدك هو الحل الوحيد ليتي بقى لهدك المريض باش نتمنو الشيفة ديالو بالنسبة لأعراض ليتيكونوا لي مبعد العملية هدك الساعة هدك المريض رات نقوم تبعين معاه باش مني تتكون شي حاجة تنديرو لها العلاج ديالها وتنتبعوه غي هو باش نوضح المغاربة هدك العملية فاش نوصلو لها رات تتبقى آخر ما بقى للمريض إلا كنا تتمنين لول العلاج لمدارها الشي ضاع بالنسبة لكلوفة ديال هدك العملية راه هي مصرح بيها من طرف الموتوال اللي كينين في المغرب سنة ساس الكنوبس ليفا ورات يخلصوا على المريض قاع العملية كاملة باش يمكنوا يتشافا اشتركوا في القناة